وفق المنهاج أدعو أول الباحثين وهو الأستاذ الدكتور هادي نهر إلى المنصة ليلقي علينا بحثه الموسوم بالتقابل الدلالي في أقوال الإمام السجاد عليه السلام وأثره الفكري والتربوي والدكتور هادي في الواقع غني عن التعريف وهو أستاذنا وله صولاته العلمية في المنتديات العلمية والجامعات المختلفة اتفضلوا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أبدأ وعطفا على ما تفضل به السيد المبجل الحكيم أؤكد ما جاء في كلامه الحصيف من أن الرسول وعترته الطاهرة خط عمودي وبقية البشر خط أفقي ولكن لا بأس لا بأس أن ندرس نهج البلاغة أو ندرس حتى القرآن الكريم دراسة أكاديمية ما دام الخطاب المعين أو الفعل المعين قد تحول من خطاب إلى نص وأنا اخترت لدراستي هذه مفهوم التقابل الدلالي وأثر الفكر والتربوي فقلت أنه الإمام زين العابدين عليه السلام شأنه شأن آل البيت الأطهار باب من أبواب الفصاحة والبلاغة والبيان فهو الحكيم الأديب والخطيب الذي تتصل فصاحته بالعربية ما اتصلت آيات الناثرين والناظمين من البلغاء والفصحاء وهو بعد هذا غمير للحق وشعار للوراء ودثار للرحمة وقائد للمرؤة والبر والمكرمات وعلى الرغم من تزاحم الأحداث القاسية وقوارع الزمان ونوائبه وغياب العلاقات بين السياقات المختلفة في زمانه السياق الإنسان والأشياء والسياق الإنسان والزمن وسياق الإنسان والإنسان وسياق السلطة بجورها وظلمها ومفاسدها وطغاتها والمحكومين كان الإمام كنزا من القيم المتسامية لم يذعن لطاغية أو يهوي له لواء وسموه وترفعه يسبقاني أي محاولة لوصفه والإحاطة بتراثه الديني والفكري والتربوي والسياسي لذلك وجدتني أدخل عوالمه الرحب من خلال مأثرة تربوية وأخلاقية من مآثره حملتها لغته البليغة وفكره الوقات وهي ظاهرة التقابل الدلالي الكامنة في النماذج العليا من النصوص اللغوية عند البلغاء والحكماء والمصلحين هذه الظاهرة لتؤكد أن الفعل الوحيد الذي يختصر وجود هذا العالم هو فعل ماهية ما قائمة في السياقات اللغوية التي تدل على طبيعة الأشياء والناس والكون وخالق الكون وبعد طواف وسعي في رحاب الإمام تفسيرا وفقها وخطبا وشعرا وأدعية ورسائلة وغيرها من مآثره اللغوية الفكرية التربوية وقفت على كثير من النصوص البليغة التي تمثل دروسا رصينة للإمام في الوجود وخالق الوجود والإنسان وفي القيم الإنسانية العليا في التربية والأخلاق والحقوق ولقد فصلت القول أولا في مفهوم التقابل ومصطلحاته المصاحبة بعد أن تزاحمت حوله بسبب كثرة من تدارسوه أو اختلفوا في ترجمة مصطلح الأجنبي كومبيلي من التريباتري فهو التباين والتضاد والتناقض والتنافر والتضارب والمواجهة والتخالف والمطابقة والمقابلة وعلى أي مصطلح نكون فالتقابل الدلالي رقن من أركان نظرية المجالات اللغوية التي تتحكم في حركة المتضادات والمشتركات والمتقابلات والمترادفات وسائر الحقول الدلالية وهو على أنواع كثيرة منها أو أولها التقابل الحاد بتسميتنا وبتسمية العرب القدماء الضدي ومنها المتدرج ومنها العكاسي ومنها الاتجاهي وقد أفرست أنا مصطلحات في كتابي علم الدلالة التطبيق عند العرب فقلت بالتقابل التقابل الموقف وتقابل الصورة وتقابل الإيقاء والتقابل المثار يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأتاني نعمه فالتقابل هنا بين المتصيلين بالبعد الزماني الليل بظلمته والنهار بضيائه وكلاهما هبة إلهية جمالية سكن وسعي سلام ومعاش ولا تقابل بين عدميين وقد يبنى التقابل الضدي بين إثبات ونفي تركيبي أو جملي يقول للإمام يا من يرغب إليه ولا يرغب عنه وواضح الرغبة في الشيء غير الرغبة عن الشيء وقد تتدرج المتقابلات فنكون مع التقابل المتدرج يقول الإمام عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل من يوصني قربك فالمحبة درجات ومراتب وأسماها مرتبة محبة الذات الإلهية فإن أعمق حاجة في كيان الإنسان على ما يقرر علماء النفس وأذكر أحدثهم آيريك فروم هي حاجته إلى التغلب عن انفصاله والخروج من سجن العزلة وتخط الحياة الفردية وليس من سبيل إلى ذلك إلا بالتقرب من الله وعبادته بالمفهوم الشامل للعبادة الذي يجعل الانتماء إلى الله وحده محبة فيه لا خوفا منه وهذه المحبة هي التي تتوحد فيها محاور الولاء في محور واحد وتمتزج دوائر الانتماء في دائرة واحدة الأمر الذي يفرز الوئام والسلام في حياة الانسان الذي هو بأمس الحاجة إلى أن يحب ويحب يقول للإمام عليه السلام اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغارها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها فالملفت هنا هذا التقابل المتدرج المحكم الرص فالذنوب كبائر وصغائر والسيئات بواطن وظواهر والزلات قديمة وآنية ويبقى المتاب إلى الله والتوجه إليه هو غاية العلم والهدى والتفكير وأن تكامل الإنسان يقمن في تكامل المظهر الشعائري والمظهر الاجتماعي والمظهر الكوني عنده والمحصلة النهائية لهذه المظاهر يقين في النفوس واستقامة في السلوك والعلاقات والرقي في الممارسات ومن غير ذلك تضغى على الحياة المفاسد والكراهية والجحود والتنكر للحق يقول الإمام عليه السلام من الوافر لكم ما تدعون بغير حق إذا ميز الصحاح من المراض عرفتم حقنا فجحتمونا كما عرف السواد من البياض إن من الإزدراء للحق وللفكر وللتأريخ أن يصر بعضنا على أن يستأجر نفسه لأهواء السلطة والسطوة ومزيف التأريخ وأن يخاصم الحق وهو يعلم علم اليقين من هو السالب ومن هو المسلوب ومن هو القاتل ومن هو المقتول والإمام السجاد عليه السلام يردد من المتقارب وينسج بنسيج تقابلي مدهش قوله نحن على الحوض ذواده نذود ويسعد رواده ومن سرنا نال مننا السرور ومن ساءنا ساء ميلاده ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده أن الفصل بين الواقع الإنساني والمثل العليا لبعض الناس ممن اختاروا الانشقاق عن الدين والكتاب والسنة وآل البيت هو الذي يدفع بجماعات من البشر إلى التعامل مع الوجود المادي والمصالح الذاتية وإن كانت على حساب الحق والشرف الإنساني فإن الذي يتجاهل حقائق التأريخ ويتعامى عن الحق إنما يتعامى عن العقائد والمثل العليا ويفصلها عن حياته ليكون في أحسن أحوال أحواله أو أوصافه جثة معطرة لقد كبر على الإمام عليه السلام أن يذكر الشيء بإسمه أو المدلول بداله ما دام المدلول قد انحرف في عالمه الخارجي عن محتواه وعن وصفه فتحول إلى عالم مزيف كما هو الحال في المنابر التي تحولت في زمن بني أمي إلى أعواد من خشب مسندة على حد تعبير الإمام الذي اختصر بها زمانا رديئا آثما جائرا يشتم فيه خير الناس بعد الرسول وعلى مرأة ومسمع الإمام السجاد فإذا بالإمام ذات يوم ينتفض بوجه ذلك الوغد النابح يزيد قائلا يا يزيد اعذن لي حتى أصعد هذه الأعوات لم يقل المنبر وما أكبر اتساع دلالة الأعوات هنا بعد أن فقدت المنابر أوصافها وشياتها وقد يكون التقابل تقابل مواقف حيث تتراد الأحداث فتحمل الكلمات الكلمات صورتين توحي إحداهما بنقيض الأخرى وكلتاهما تحكي ما في الإنسان من جبروت فارغ وقوة مزعومة يقول الإمام عليه السلام إلهي هديتني فلهوت ووعظت فقسوت وأمرتني فتركت ونهيتني فركبت هكذا حال الإنسان حصائد من الأفعال والسلوكيات ولكل مخلوق موقفه وقد تخرج الكلمات عن دلالاتها إلى دلالات تتداعى وتمتد في من يبحث عما وراء سهر الكلمات يقول الإمام في حقوق الأبناء وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه فمثاب ذلك ومعاقب عليك إنه درس بليغ للإمام في التربية والتنشئة التي يتحمل مسؤوليتها الآباء في أي سلوك يظهر عن الأبناء يكون مثابة وفخرا للوالدين ذلك إن كان سلوكا مقبولا عند الله والمجتمع وعلى النقيض من ذلك يقع على الوالدين عقاب ما يجري على الأولاد حين لا يحسنون تربية أبنائهم على الفضائل والقيم إنها معادلة تربوية فذة تلقي بالمسؤولية على الآباء في تربية الأبناء وإننا لنقف من خلال أقوال الإمام هنا على حقيقتين علميتين الأولى إن التعليم الصحيح ضروري للإنسان في تحصيل ماهيته ومعناه لا من حيث هو خليفة في الأرض فحسب وإنما لضمان بقائه نقيا صافيا كما أراده الله والثانية كون فلسفة التربية قابلة للتطبيق صالحة لكل زمان ومكان وهذا معيار أصبح اليوم حاسما أكثر من ذي قبل لأن تطور التقني والإعلام فاقم من تصدع الحياة الأخلاقية وتشقق الأفق الجمالي للحياة الجمعية وأدى إلى اختلاط الأجناس والثقافات والقيم والأفكار في البلد الواحد أو العشيرة الواحدة أو البيت الواحد ليجد الإنسان نفسه في حيرة ويأس بسبب معارف وإعلام وسلوكيات غير مطعمة بالحكمة الأخلاقية والقدرة على رؤية الحياة رؤية كلية ثابتة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة